تابع الوحدة السابعة تخصيص التكاليف المنتجات المشاركة والفرعية مثال 3 example number 3 دمام company is one of the world's leading corner refiners يعني شركة الدمام دي من الشركات الرائدة في عمليات التكرير it produces three joint products وتنتج ثلاث منتجات x y and z using a common production process من خلال الانتاج المشترك الرجب 1435 دمام reported the following production and ceiling price information الشركة دي شركة دمام دي قررت عن او افصحت عن معلومات خاصة بالانتاج والبيع والاسعار الجدوى المعطى اللي فيه البيانات joint products كان عندي joint costs معطى ب600 الف 600 الف ريال joint costs s-a-r ريال وكان عندي المنتج x y z production units الوحدات المنتجة sold units الوحدات المباعة ceiling price per unit المنتج x كمنتج مشترك الانتاجناه 20 الف 20 الف واللي بيعناها 15 الف units وسعر البيئة الوحدة 100 المنتج y 30 الف ده البروداكشن 28 الف ده sold 80 ceiling price per unit المنتج z البروداكشن 50 الف sold 45 الف ceiling price per unit 70 required المطلوب allocate the 600 الف s-a-r joint costs يعني عايزينك تخصص التكاليف المشترك 600 الف ده باستخدام اي بقى the physical quantity method طريقة الكمية المادية solution الحل انا عند raw materials بصرف عليها عشان استخرج المادة الخام ديت joint costs بتكلف 600 الف s-a-r 600 الف ريال سعودي عند split point الى نقطة الاشتقاق طلع لي الثلاث منتجات joint products x y z عطيني production unit كانت 20 30 50 000 بنجمعهم مجموع الوحدات المنتجة 100 000 units انا عندي joint costs كانت معطة 600 000 s-a-r والتوتال production جمعناهم من على الرسمة الى 20 000 و30 000 و50 طلعناهم 100 000 units اجيب joint cost per unit التكلفة المشتركة للوحدة الوحدة هنقسم joint costs الى التكلفة المشتركة الى 600 000 ريال نقسم على total production units الى 100 000 units اللي ايه اجمالي الوحدات المنتجة اجمالي الوحدات المنتجة عشان اجيب joint cost per unit تكلفة مشتركة للوحدة تكلفة مشتركة للوحدة يبس 600 000 على 100 000 تطلع 6 s-a-r لكل وحدة per unit joint cost of x production يعني التكلفة المشتركة اللي تخص المنتج x x انتجنا منه 20,000 وحدة والوحدة تكلفتها 6 يبقى 20,000 6 تطلع 120,000 s-a-r joint cost of y production تكلفة مشتركة للمنتج y y كان انتاجه 30,000 units و تكلفة الوحدة 6 يبقى 180,000 s-a-r joint cost of z product يبقى المنتج z 50,000 unit في 6 تطلع 300,000 يبقى لو احنا جمعنا نصيب كل منتج total المجموع لازم يطلع نفس 600,000 اللي هي تكاليف joint cost اللي هي تكاليف المشتركة